فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية السيدات والسادة الحضور الكرام أهلا بكم في البداية أود أن أشكركم على دعواتي اللي أكون هنا بينكم في هذا اليوم المميز وهو اليوم العالمي للعمل الخيري والذي تقوم بالاحتفال به جماعي العامة للأمم المتحدة من أجل تكريم أعظم أعمال العمل الخيري في العالم من أفراد ومؤسسات عمل مجتمعي أو مؤسسات خيرية أو مرزمات غير حكومية وحكومية على مستوى محلي أو إقليمي أو عالمي في الحقيقة أول مرة أشهد احتفال بهذا اليوم على هذا المستوى في مصر وهذا إن دل على شيء فهو يدل على اهتمام الدولة المصرية بتعميق العمل الخيري وتطويره في مصر بما ينعكس على المجتمع وينعكس على القضاء على الفقر لتحقيق التنمية المستدامة في مصر وأجد أن هذا الاهتمام من الدولة قد انعكس تماما على العاملين في مجال العمل الخيري بما نشهده من إنجازات والحقيقة أحنا لاحظنا ظاهرة أنا أسميها ظاهرة وهي ظاهرة صندوق تحية مصر فقد شرفت بالعمل معهم منذ عام على أرقام قياسية أخرى أنهم ينتقلون بالعمل الخيري من مجرد الحرص على تقديم المساعدة إلى إتقان هذا العمل بل ومحاولة الإنجاز فيه على مستوى عالمي ومنافسة العالم أجمع في العمل الخيري وأجد أن ما شرفت بالعمل عليه معهم سابقا هم ثلاث أرقام قياسية تم تحقيقها في شهر نوفمبر الماضي وهي أكبر قافلة تبرع بسناديق الأخذية في العالم وبلغة 300 ألف صندوق أكبر حمل التبرع بالدجاج في العالم بلغة 2 مليون كيلو جرام وأطول قافلة مساعدات في العالم وبلغة 480 قافلة ونجد أن العمل الخيري مع صندوق تحية مصر لا يتوقف عند غزاء أو كساء إنما تخطى ذلك ليشمل دعم الصحي والدعم الطبي والدعم التعليمي بل تأسيس حياة كريمة للأيتام والأسر الأكثر احتياجا في موضوع قافلة اليوم وهي أيضا جزء من الظاهرة وهي لسنا هنا بالاحتفال حديثا عن هذا الإنجاز وإنما من خلال إطلاق قافلة أبواب الخير وهي تشمل أكثر من 800 شاحنة ضخمة 650 مليون جنيه قيمة التبرعات لأكثر من 5 ملايين شخص يستفيد من هذه الحملة وهذا يعادل تعداد سكان دول بأكملها وبرمتها وهذا يعكس حجم هذا الإنجاز من خلال قيمة العمل الخاري الذي تقدمه السندوق تحيا مصر نتاجه إلى ما قمنا بعمل وهو الأرقام والتقارير من خلال أو منذ استلمنا البيانات والتقارير من سندوق تحيا مصر اندهشنا أول حاجة توقفنا عند فائتين أول فائة هي فائة المعدات الطبية والتي وجدنا أن هناك أكثر من 10 أنواع من فائة المعدات الطبية المختلفة في القافلة تشمل أكثر من 6298 معدة طبية منها 2975 جهاز خسيل كاروي 1896 كرسي خسيل كاروي بالإضافة للحضانات الأطفال والأجهزة الطبية الأخرى من أجهزة تنفس صناعي أجهزة تنفس بخاري وإلى آخره الفائة الأخرى هي فائة الأجهزة الكهربائية المنزلية والتي ضمت أكثر من 4000 جهاز كهربائي منزلي يساعد الأسر الأيتام إلى تأسيس حياة كريمة الرقم البطل في قافلة اليوم هو مليون وهو عدد صناديق الدعم الغذائي التي تضمها القافلة وبناء عليه بعد مراجعة الأرقام وجردها تقدمنا بطلب رسمي لتسجيل ثلاث أرقام قياسية جديدة لسندوق طحية مصر وهي أكبر حملة تبرع بصناديق المواد الغذائية في العالم الرقم الثاني أكبر حملة تبرع بالمعدات الطبية في العالم ورقم الثالث هو أكبر حملة تبرع بالأجهزة الكهربائية المنزلية في العالم والآن نتابع بعد إذن فخمت الرئيس نتيجة تحكيم الأرقام القياسية موسيقى ترجمة نانسي قنقر ويضا على استخدام التجربة في القطة يمكن أن تت piedal بحثيث أن تتكتبت للمنزل للغاية التالي حلوث حلوث ومع شعوره على سنوارة التالية على صورة التالية في مجرد التالية على مناسبة للغاية يجب نرجح الناس لذلك قد تجربة هذا التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحن ندلع أن تكون ممتازة لعضل هذا القنقر ونحن نحن ننع القلقر من قنقر القنقر من القنقر اشتركوا في القناة